أخ الرئيس أنا بتكلم على المحور الأول البعض يعتقد إننا إحنا كنواب نجهل في القانون لا إحنا ما نجهل بقانون تخصيص أو خسخصة الجمعيات مخالفة صريحة وإصدار أي قانون لخسخصة الجمعيات مخالفة دستورية إحنا نعرف إن الخسخصة عفوا الخسخصة المرافق الحكومية المربحة تنتقل إلى القطاع الخاص من القطاع العام ولكن الجمعيات هي قطاع خاص منذ تأسيسها هي ملك مساهمين هم من أودعوا رؤوس الأموال وأسسوا هذه الجمعيات بأي حق تجي حكومة وتصدر قانون وتسلب هذه الجمعيات والأموال من مساهمينها هذا تأمين ما يخسخصة لذلك ما في قانون يسمح بخسخصة الجمعيات لا تأخذنا العواطف والكلام الفارغ هذا التلفيق وتدليس على النواب تلفيق على الوزيرة وتدليس على النواب لا يوجد قانون تخصيص جمعيات حتى لو أقر من مجلس الأمة لأن هذه أموال مساهمين بيجي مجلس الأمة والحكومة يصدرون قانون يسلبون أموالهم أنا عندي جمعية جمعية خالدية التعاونية بنوا صرح تجاري من أموالهم الخاصة كم رأس مال هذه الجمعية اليوم يقدر بكم تجي الحكومة أو المجلس يصدر قانون يسلب هذه الجمعية من مساهمينها كأنك تقول أنا عندي شركة خاصة وتجي الحكومة تأخذ هذه الشركة وتقول أنا ببيعها للقطاع الخاص هذا تأليف ما هو قانون نحن نفهم بالقانون ونعلم أن هذا ما يجوز ولا يحق للوزيرة ولا الحكومة أن تصدر مثل هذا القانون الجمعيات هي ملك خاصة للمساهمين ونحن نرفض أي قانون يصدر بهذا الشكل لذلك ما سمعت أنا من الوزيرة اليوم أن قالت أنا سأخصخص جمعية الدسمة